النهاردة 28 فبراير 28 فبراير 2022 في ذاكرتي ان هذا التاريخ 28 فبراير 22 1922 من 100 سنة بالتمام والكمال من 100 سنة بالزبط قرن مضى ونهاية النهاردة 28 فبراير 1922 صدر تصريح اسمه تصريح 28 فبراير كلنا عارفينه في كتب التاريخ هذا التصريح كانت باختصار شديد كانت مصر محتلة احتلال بريطانيا محتلة مصر 1882 والحركة القومية والحركة الوطنية عايزين نطرد مستعمر عايزين عايزين وكان في البداية فيه مستعمرين العثمانيين والبريطانيين لكن العثمانيين كان فيه حالة هامشية فكان الحركة الوطنية في مصر كل الناس في مصر عرابي وبعضي فريد كل دول ومصطفى كامل وغيره عايزين محرر مصر من الاحتلال البريطاني قامت الحرب العالمية 1914 بسرعة بريطانيا خافت راح تعملها الحماية على مصر فرضت الحماية على مصر انتصرت بريطانيا مع الحلفاء على تركيا اللي ده العثمانية وعلى النمسا وعلى ألمانيا وصلوا 1918 إلى مؤتمر بريس عشان يوزعوا التركة بقى بتاعت المنتصرين بسرعة هنا باختصار شديد برضو سعد زغلول طلب انه يروح مؤتمر الصلح في بريس علشان يطلب استقلال الدولة المصرية رافرت بريطانيا سفر سعد الشعب المصري عمل صور 19 اضطرت بريطانيا توافق على سفر سعد قبل ما يسافر كانوا موافقين للدول المنتصرة على الحماية البريطانية على مصر وفووت الفرصة على سعد رجع سعد مع الشعب المصري تم نفيه للمرة التانية أول مرة نفوه الملطة تاني مرة نفوه لجزيرة سيشل لأنه سعد زغلول ورفاقه رفضوا كل المماطلات البريطانية في هذا التوقيت خلينا أقول لحضرتك وصلنا إلى يوم 28 فبراير 1922 ثور 19 قبلها بسنتين أحد نتاك ثور 19 هذا التصريح إيه التصريح باختصار بيقول إيه مصر دولة مستقلة ثم نحاستقلالها لكن بشروط ما فيش وزارة خارجية ما فيش جيش إحنا اللي بدافع عنها ملهاش دعوة بالسودان والشروط القاسية اللي كانت موجودة داخل التصريح خلي الشعب المصري وميلنر وسعد زغلول وغيره وغيره يرفض كل هذا حتى أنه يقال إنه تصريح 28 فبراير 1922 هو الذي مهد لدستور 23 وهو الذي مهد للليبرالية المصرية الحقيقية في أسمى صورها ده حصل زي النهاردة يا مصريين من 100 سنة لازم أعرف الصور الأدامنا والناس الأدامنا أجدادنا دول اللي تعبوا من قرن من الزمان بيطلبوا بالحرية بيطلبوا بالاستقلال بيطلبوا بأن مصر الدولة ذاتها سيادة مر على تصريحات 28 فبراير 1922 100 سنة النهاردة واتفاجئت النهاردة وأنا بتابع السيد الرئيس بيتكلم فبكتب قلت لأ ده النهاردة جال في ذهني وأنا بكتب تصريحات 28 فبراير افتكرت تصريحات 28 فبراير من 100 سنة وقارنت باللتنين مصر اللي كانت بتطلبوا بالاستقلال من الاستعمار لقيت كلام الرئيسي النهاردة هو نفس الكلام الوطني اللي بيخرج من مصري مخلص وبيقول عايزين نستقل بقرارنا الاقتصادي عايزين نخرج من عقال الفقر والجوع والمرض والتخلف والجهل والنفاق المجتمعي اللي موجود لأن احنا النهاردة عملين بنتطب على هؤلاء الذين يمارسون السلبية في أسوأ صورها خلينا النهاردة بقول اليوم أنا أمامي تصريحات 28 فبراير الجديدة تصريحات 28 فبراير بعد مرور 100 سنة بعد مرور 100 سنة على تصريحات 28 فبراير القديمة النهاردة الرئيس بيجدد الوعي الوطني من خلال تصريحاته النهاردة اللي اتباحه مع حضراتكم الرئيس النهاردة وكأنه بيدفع الناس ويستنى هدهما من ناس إلى العمل على التحرر الحقيقي من قيود داخلنا ما شاكلنا احنا اللي عارفنا فأنا أرى أن تصريحات 28 فبراير التي مر عليها 100 عام النهاردة بتأخذ منحة جديد في العمل الوطني